أخوكم صلاح بن إبراهيم المناعي من استويت أنا مع البحر جربت كل الرياضات البحرية بس ما لقيت أحلى من الغوص من الغوص تحت الماء ننتقل لعالم ثاني أخوكم خالد بن حسن الحمادي وأنا من محبين الغوص الحر الصيد بالفرق هو الشيء اللي استهواني واحنا شعور لما تصيد سمجة كبيرة وتودن فيها بيتكم قالوا صلاح جمعنا البحر وحبنا المغامرات خلاننا نجرب أشياء وايض في البحر بشأن كنت مغامرات خلاننا نفترك مغامرات ن breaking their matters الأول أنا وخالد نفترق وكل واحد فينا يكون عنده مهمة يكتشف فيها أكبر الكائنات البحرية في قطر مهمتي بتكون أني أبحث عن كائن بحري هذا الكائن كان في يوم من الأيام متوفر أو موجود في قطر بكميات كبيرة لكن الحين صار نادر ونشوفه وهو قارة البحر مهمتي بتكون صعبة جداً أتمنى أنه توفق أكثر من أخوي خالد في مهمته وهي البحث عن الغرش الحوتي أو النهم وإحنا محظوظين أنه في قطر يصير في بحرنا أكبر تجمع للقرش الحوتي وأي منطقة في البحر يعرف مدى صحتها بعدد القروش اللي تعيش فيها هل البحر أول كان يشوفون القرش الحوتي في أحلاص صيدهم عشان شديد راح أقابل اليوم واحد من أبوهاتنا اللي شوفوا القرش الحوتي على يومه مهمتنا أنا وصلاح إننا ندور معلومات وحقائق عن أكثر الأحياء المائية غرابة ودهشة في بحر قطر مهمتنا بحر قطر واحد من الربع ذكر لي مرة أن أبوه كان يشوف القرش الحوتي على أيامهم فمريت على جاسم المهندي الميلس عشان أخذوا العلوم من الوالد نحن نسميه الراكطة لأنه تقريباً ثلاثة متر ثلاثة متر ثلاثة متر إلى أربعة متر ويجيك عليه نفس البطوط؟ نفس البطوط وبعدين حلج مدور حلج مدور نعم راكب على ظهره تحته اللزاغ اللزاغ سكون الجدود كله تشنعد لما يفتح حلجه ويسكر السمك داخل بحلجه يضغط على السمش يأكل السمش الزنب عبدالله طائق هذا القرش الحوتي لماذا يتجمع يعني أن البحر حود ولكن أنت حصل أنه عندما ترى المنصات ويتشفونها حصلت الفرصة أنك تشوفها نعم لأننا نرمي العيش والخبز وهذا السمك السقار يعيش على هذا السمك وهو يأكل من السمش يتكاثر عندنا تحتل من المحطات الثاني البحر عندنا أبرد من عندهم على أساس أن البحر في الصيف يكون أبرد داخل البحر نعم فالاسمش تروح الدور البراد نعم ماذا الخطر عليها والله طبعا الخطر هو الغزر لأنه هناك يريدون الغزر الذي يذهب في الغزر خمسة عشر ستة عشر ورباع وسبعة عشر ورباع في الغزير كان طبعا أكثر شيء أنه الشقيق الحوت يعني أغوى من الغزر كان عنده معلومات قيمة عن القرش الحوتي الذي كان يشوفهم في السبعينات يوم كان يشتغل في منصات البترول في تلك الحقبة وبنفس الوقت وبنفس الوقت خلاني أهتم أكثر بالموضوع فعشان تذير راح أقابل فريق أبحاث من شركة ميرس قطر للبترول اللي مهتمين بموضوع القرش الحوتي في قطع شكرا ما نفعله نحن ستحق من المكان في الدايض ونحن نسمى كل شيء نحن سأخبر ثم نحن سوف نرى وكما نفعل هذه من الأشياء على هذا الشيء وبنفس الوقت صلاح سيأخذ شوية معلومات من المختصين عن بقرة البحر أنا موجود الآن في المارينة مارينة اللولا أنتظر الدكتور محسن إييني وأصولف إياه عن بقرة البحر يعطيني معلومات وأطلعوا إلى البحر ونحاول ندورها دكتور محسن دكتور محسن عالم حياء بحرية من جامعة قطار ورح يبتدي بمشروع عن كيفية حمايتها بالتعاون مع بعض العلماء الأجانب المهتمين بهذا المخلوق العجيب بمشروع 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 امشتركوا في العالم وهذا بأن صغريرا في هذه المكان عدة ضبارة المهمة هي من المغربة أهمية واحدة نصر أن دوغن المترجم للقناة وفي الوقت الحالي أنا وستيف وديفيد بنواصل عملية البحث وفي الطريق معاهم تعلمت عن الآلية اللي شلون يحصلون مكان القرش الحوتي في نص البحر العملية كلها تتم عن طريق السيتلايت وخلال الثلاث سنوات اللي راحت قدروا يركبون 42 جهاز تعقب على هذه الأسماك الضخمة يقوم الجهاز يبث الإشارات للسيتلايت كلما سبح القرش الحوتي لسطح الماء ومن ثم يستقبلها فريق العمل في مركز الأبحاث ويقدرون يحددون مكان تواجد هذه الأسماك ولأن القرش الحوتي ليس من الثديات فمرت لازم ننتظر حتى يسبح على سطح الماء عشان يعطي فرصة للجهاز أنه يبث الإشارة للسيتلايت ما نظر حتى يمكن نظر حين لكل شيء موسيقى الجو ما شاء الله يساعدنا والجو سبحة ما ناقصنا الويل شارع وما يندر عن صراح إذا حصل شيء ولا لا أنا الآن موجود مع الدكتور محسن في اليزيرة العالية في المكان اللي الرابع ذكروا لنا أنا شاهدوا فيه بقرة البحر أين الأمور كان؟ أنا كنت صغير حتى عندي صورة دائماً نحصلهم على السيف الجبلي صوبة خانة نحصلهم على السيف أكثر مناطق موجودة ما بين قطر والإمارات بحكم أن المنطقة ضحلة لا يوجد زعاج لا يوجد مضايقات كثيرة لهم في التجمع للأسف منطقة الحالية كانت مشهورة بها لكن عندنا الصيد والعمليات اللي نشوفها من التطوير خللت من أعداد ما هي الأعشاب البحرية المشعورة اللي نسميها المشعورة تأكل بمعدل 45 كيلو درام تقريباً يومياً 45 40 كيلو منطقة فيها غذاء حركتها بطيئة عندها أمومة غريبة جداً يعني لازم إذا الصغير عندها يتم يرضع منها حوالي من سنتلة ثلاث سنوات ومتي بالله الطفل في الفترة واحد ومتي بالله واحد والحمل يتم حوالي 12 شهر وبالتالي حياتها صعبة جداً فلما نفقد واحدة فقدنا شيء مهم يعني كان صعب يتعوض بسهولة شكلي أنا وصلاح موجودين في الأماكن الصح اللي ممكن تتواجد فيها هذه الحيوانات اللي ندورها بس لحد الحين ما حالفنا الحظ إننا نشوفهم ستيف وديفيد ما كانوا بس يدورون على هالأسماك فهم يدورون على بعض الأجهزة اللي يركبوها من ست شهور جهاز الاستقبال الصوتي يستقبل الإشارات من أجهزة إرسال صوتي تم تركيبها على بعض الغروش ولازم القرش الحوتي يمر بمسافة كيلوين من جهاز الاستقبال حتى يتسنى استقبال الإشارة منه يتم تحليل البيانات من أجهزة الاستقبال التعرف على كل قرش بروحة والوقت اللي مر على هالمنطقة والعمق والمناطق اللي يحبون يتواجدون فيها بمسافة البيانات من أجهزة من أجهزة من أجهزة بمسافة البيانات من أجهزة 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 بمسافة البيانات من أجهزة من أجهزة ون rises في نحو هو يعني جدامنا الجهاز يحما عندنا متكون تقريباً حل نقول يعني عشان بسطلك الموضوع من ثلاث أجزاء الجزء هذي الأطويل اللي كان بيب هو وظيفته أنه ياخذ السيقنل وأول ما ياخذ السيقنل فيه هنا نفس الريليز ما كان مربوط فيه نفس الورا تحت أول ما أعطاه علامة استيف خلاص تعال اطلع ذوه بالأفس السيم اللي كان ماسكا والجهاز اللي في النص هذا هو اللي نشوف عليه النو هذا هو اللي كان يجمع المعلومات واللي داخل المعلومات من الستة شهور اللي راحت عن الويل الشارك فكرتها صراحة بسيطة بس طبعاً شون يعني فكروا فيها والعلم وانت ما تصلى العملية مش سهلة وفيها صعوبة لي وصلاح أن نشوفها المخلوقات البلية اللي تعيش في البحر أنا وصلاح فيها ماكن مختلفة ونحاول أن نحصل اثنين من أكبر المخلوقات البحرية في قطر القرش الحوتي وبقرة البحر إحنا مع مجموعة من البحثين نحاول أن نحصل أماكن تواجد هذه الحيوانات في قطر أنا وصلاح اتسبنا العديد من المعلومات وشفنا مناطق كثيرة في البحر والحين راح أشوف أول الحيوانات البحرية لهاليوم سجنهم مش الغروش الحوتية اللي ندورهم بس استمتعنا بمشاهدتهم بس إحنا كنا نشوف الأوليين واللي الحن اللي حقوا على البحر أول السمت كان يعني في كل مقام متوفر بكميات كبيرة الحين نغسل ليش لأنه في استنزاف لها أو لزين ليش ما يغطون النقص هذا بمزارة حيبع طبعا من الحلول في إعلان الحمدلله في دولة قطر فينا من القذاء يشغلون على المشاريح شلون كانوا يكتشفون مثلا أو يشوفون بقرة البحر شا الدليل عليها؟ المدلخة اللي تسويها؟ لا لا هي عادة الناس اللي الصيادين أول يسدونها بالشروخ شباك الصحيح؟ يا أما أنه يشوف تطفح على الماء تطلع تاخذ النساء تاخذ النساء؟ ايه لأنه هي بعد فأترى لازم تطلع وفي مشكلة بعد في طبيعته لازم يذكّرها هي لان ترقد طبعا تنام وهي تحتاج الأكسوجين فتضطر تطلع بالتدريج للسطح وقت عشان تاخذ الهواء وهي من أكثر أسباب وفاتها لأنه مراوح الطراري تضربها فتجد الوصول عندنا اللي موجودين على سيافة غربية أو حتى الشرقية تيكا يدها مكتوعة يظهرها مضروب وإذا ماتت لهم للأسف لصغير بعد كم من يوم يموت وبالتالي لو ضربت لهم نفقد اثنين أو يعني في نفس الوقت تعتقد دكتور أننا نلقاها اليوم؟ طالعا يعني الاحتمالية صعبة والشي البحر يعني مدلخ والشي الثاني تشوف ما شاء الله طراريد الحركة شلون يعني والسكوترات كثرة لكن إن شاء الله شرايكم نروح جزيرة العالية ونرويكم شيء إن شاء الله توقع العالم بالرجوع إلى فريق البحث اللي أنا وياهم الصراحة قمت حاتي إذا منحصل شيء ولا لا الليل ما شفنا شوية حركة على الماء من البعيد موسيقى 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 تبني وصلنا هذا هو أول واحجة إنجوفة قربنا من صوبة دورنا يمكن ثلاث أرباح ساعات في البحر ما شاء الله المقام متروس و شو كلهم وغير حدوف الماء لما ييوم فوق ويش ويأكلون ويأخذون إن طريقة اللي يتغذى فيها إننا ياخذ الماء ويفلترها ويأخذ العوالق والبيض والأشيال الصغيرة اللي فيها فالحين بيغل استير في الشبكة عشان ياخذ عينا من الأكل اللي يأكلونا فالحين إش قاعدوا شوي حطينا الشبكة هذي اللي تلقق في الماء عشان ناخذ عينا من ناكلهم وبنتين نمشي نسحبها ورانا من مدى التازج قايم مادة بنخلص الأكل عليهم وبنشوف العينا اللي بيثي معنا وهم برحونا يحللونا ويشوفوا النوع الأكل اللي قاعد يتغذون عليه اشتركوا في القناة من تلقفتك زبان كيف تعتقد ذلك؟ ماذا تعتقد ذلك؟ دعيد هو أنظر على هذا دعيد لا يعتقد ذلك لا يعتقد إنه ليس كذلك واوه، هذا كذكب كفير هذا كذكب كفير فشيك، كبير من ماكو أو شعر هل تريد هذه؟ اتمنى قليلا، نعم ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ وهذه مالحة وهذه كفيار صجي وهذه كفيار صجي وهذه كفيار صجي لكن يشكي لكن يشكي وتسأل إذا صلاح يستطيع أن يحقق شيء في بحثه مباشرة هذه المتوقعة المتوقعة هذه هي البرة أو زعنفة موجودة ويمكن تجدها أكثر من أشياء مع الماء والساج ذلك يجب أن تصل إلى الكائنات الميتة سواء كبقر البحار أو أسماء أو دولافين أو أي حمس نبحث عن الكائنات هذا هي سبحان الله رأسها أعتقد هي رأسها بغاية رأسها طبعا رأس قم يتكسر طبعا عند العين هذه مقدمة الرأس الفتش مالها صح هي طبعا لأنها تأكل الفك الخلفي ماذا تأكل؟ ماذا تأكل؟ بالخلف ليس من الأمام فهي طبعا تأكل بهذه الطريقة طبعا هذه طبعا قديمة تأكلها ماذا تأكل؟ هي طبعا أهم شيء عندها هي تأكل عمليات تقطيع أو الجز فهي ليس من أنيوان بالحادة أواطئ رأسها ثقيل أقول لك نصطان وتقول لي ثقيل أكيد هيمكن صغيرة بعض لتوصل ما شغل لأحجام كبيرة يعني الشيء اللي بنسوى الحين بننزل البحر بنغاوس مع الويلشاركس عشان شيء أول شيء بنصورهم بناخد الصور منهم وهم الشباب البحثين عن طريق النقط اللي على الويلشاري عارفون إيش حدون شخصيتها وثاني شيء منركب التاج عليه هو الجهاز بشبههاي في أريل صغير يحبني وهذه الشفراء راح نحطها تحت جلدة فبتم متعلقة فيه ودائما لما ننزل ونسمح مع الويلشارك وناس أنك تسمح مع شيء أكبر منك في نفس الوقت دائماً نتجنب أنك ازخها بيدك ولا تضرب فيه لأن جلدة فيها علي نفس المادة فإنما ازخها بيدك تشيلها المادة اللي عليه فتخلي عرضها للأمراض والأشياء مثل ذلك ونفس الشيء جلدة وايد يعني ممكن يجرح يدك إذا مسكتها ولا أضربك بطريقة يعني أنت ما تبيت يدي نفسك فدائماً نحاول ما نقرب منها ونلمسها يجب أن يكون مستوى بأنك تسبح وتضغوص مع مخلوق أكبر منك بمرات وأعداد كبيرة منهم تجربة ما تنسب حد ذاتها بأنك تشوف المخلوقات كيف تواكل وتسبح في نص البحر ما يشهد يجسد عظمة اللي خلقها فتبارك الله أحسن الخالقين هذه الأشياء اللي تقدم هذا الكيس حصلته مضايح بشكل بعد يعني مضايح بزموان بس هذه البلاستيك يأخذناه وكفين لما يتحلل مضرع على البيئة مضرع عليه النحن اللي رأح البحر على مقاين الشباب فهي مضرع وايلي كبيرة لجانت إحاول دلما نقدر هذه الكشرة اللي بديبها معنا قردها معنا يعني ما لا داعي الغلال في البحر الواحز تقدر لما يتشوف البحر صافي يحسطه كشرة طافية من هذا الشيء فنحاول لكي ما نقدر أنه ما نغلو شيء في البحر اللي ديبه معنا عبده معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني هاي بيستفيدون مننا وبتهيهم معلومات يعرفون أكثر وكثر ويفهمون أكثر وكثر هذا المخلوق العجل نرجعنا الدوحة إن شاء الله رح نخبر صلاح بالعلوم اللي صارت اليوم أقول لكي أشارك ووو ممتاز نشوفك على خير في المنزل سنة لم يتوفقنا لا يكتب لنا نصيب أن نرى بقرة البحر لكن المعلومات التي استفدناها من الدكتور محسن كثيرة وغيمة لقد وجدنا رأسي بقرة البحر وأخذها معي حق اليان يظل الله منايف ما قسرت الله يرحم والديك وعشان صلاح ما حصر بقرة البحر في رحلته أزمت عندي في البيت عشان أراوي بعض الأشياء اللي شفته الله حيض هلأ هلأ يا أخي مبيان درجة من الإجازة ما حيب أحر؟ صحيح صحيح أحيح 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 بالغلط بين السمش الثانيين شوف 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 بالغلط بين السمش الثانيين كما تدر فرسانيين على البحر أخي صلاح للأسف فاتته هذه التجربة بس إن شاء الله الجيات أكثر هو براجع الحين وشفقان بحر وإن شاء الله الروح البحر والمغامرات والعكشن موجود يمطرنا إن شاء الله اشتركوا في القناة